شيء ثاني لما بتسمع عن هذه القصة لا يسعني أن أقول كل الموضوع فعلا فيه فن تواصل بارع مبدع نتعلم من يسوع المسيح فن التواصل فالمسيح بيتكلم على عدة أوجه لعدة جهات عم بيتكلم مع المرأة عم بيتكلم مع التلاميذ وعم بيستخدم التقاليد الموجودة في تلك الأيام زائد شريعة الرب وقبل هذه الحادثة كان بيتكلم عن الطاهر والنجس الحلال والحرام ووصل للخلاصة أنه ليس ما يدخل فم الإنسان ينجس من القلب تخرج الأفكار الشريرة فإذا عم بيشوف دوافع الإنسان وفعلا دافع هذه المرأة كان نقي جاءت ببساطة عاوزة تأخذ الجواب من يسوع المسيح بأي شكل بأي ثمن مهما كله في الثمن جائلة عند يسوع المسيح مش راجعة إلا ما تأخذ الجواب بتذكرني في قصة يعقوب في العهد القديم عندما قال للرب لن أطلقك إن لم تبارك فيه فن تواصل عم بيحكي معها لكن عم بيكلم التلاميذ هون بتيجي للكاميرا البارعة اللي بتوصف شكل ووجه وصوت يسوع المسيح في التواصل مع هذه المرأة عندما قال ليس حسناً أن يطرح خبز البنين ويعطى للكلاب هون بيتكلم عن الكلاب المدللة البابي الصغير اللي بيكون في البيوت اللي عادة بيرمولوا الخبزة ولاحظ رغم كل ألم هذه المرأة أستطيع أن أتجرى وأقول أنه كان عندها روح المرح وقال له طيب حتى الكلاب يا سيدي حتى الكلاب بتوكل من الفتات وأنا قابلة من الفتات اللي بينزل تحت الطاولة أنا راضي فيه فعلاً استطاعت أن تبهر يسوع المسيح ثم لما بتسمع الكلام انظر إلى وجه يسوع المسيح فيه فرق بين الكتابة وفيه فرق ممكن أقول كلام وجه يكون غاضب أو مبتسم أو بشوش حسب تعبير وتقسيم الوجه بدل على نوعية الشخص وجواب الشخص أيضاً انظر إلى وجه يسوع المسيح بقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع نظروا واشتناروا ووجوههم لم تخجل والرب قال في شعية التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاسي الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر